استمراراً لخطة الاحتلال الرامية لتهجير المواطنين في بادية يطا بالخليل أقدمت قوات الاحتلال على هدم منزل في منطقة أمقصة تعود ملكيته للمواطن علي الكعابن وآخر قيد الإنشاء في منطقة السرج تعود ملكيته للمواطن محمد ليتيمين اليوم الصبح اتفاجأنا أنه بهذه القوات والمعدات الثقيلة أجوا هدموا وحتى مجرد لما ناقشناه أنه فيه محاكم فيه يعني إحنا مرافض يدي بأي معلومة قالها هذه منطقة طلاقنا عسكرية ممنوع تواجدك فيها كان أعتقلك وأخذ السيارات وبالفعل هدم واستكمل الهدم عند قرابة إلي برضو اسم محمد إبراهيم الأتيمين في منزل برضو في حدود مئة متر مربع برضو هدموا رغم أنه استنفذنا لكل الإجراءات القانون تأتي هذه الهجمة من قوات الاحتلال على المواطنين في بادية يطا ضمن خطة ممنهجة للاستيلاء عليها وتحويلها لمناطق تدريب عسكري هذه الدولة العنصرية التي تمارس بحق ابناء شعبنا الفلسطيني التهجير القصري وتهدف من خلالها عمليات الهدمة التي تحدث في هذه المناطق سواء كان في منطقة بادية يطا أو حتى في منطقة المسافر إلى السيطرة على هذه الأراضي وبالتالي بناء تلك المقتصبات المقامة على أراضي المواطنين وتوسيع هذه الرقعة الجغرافية حتى يمتد هذا المشروع الاستيطاني من منطقة الأغوار ليشمل منطقة بادية يطا ومنطقة المسافر هذه سياسة احتلال ممنهجة وضو خطة ثابتة في ترحيل وتهجير سكان من هذه المنطقة وهذه الهدم هي سلسلة لمراحل قادمة وصابقة يعني في منطقة وادي الجرفان في منطقة وادي أمقصة في منطقة السلجتم هدم منازل وأبار وبيوت وبركسات واليوم تفاجأنا بهذا الهدم الذي نراه فعلا صعب جدا على سكان المنطقة هذا البيت الذي يأوي ما يقارب 15 طفل وهذه العائلات في هذه المنطقة هي عائلات ممتدة وعائلات كبيرة جدا تتصعد وتيرة ممارسات الاحتلال ضد المواطنين في مناطق البادية ومسافر يطا من خلال الهدم المتكرر لمساكن المواطنين ومنشآتهم بحجج واهية محمد أبو صبحة بادية يطا تلفزيون فلسطين